موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج خاص في هذا العدد سنناقش موضوع ظهور كيانات فتية من دلع المجتمع المدني لمسايرة المرحلة بهدف تحريك المشهد السياسي وإداءة الأحزاب السياسية لأن تعود للنشاط السياسي من خلال طرح أفكار ضمن هياكلها القانونية حسب مهندسي هذه التكتلات فهل هذا يعتبر اعترافا بغياب الأحزاب عن المشهد من طرف هذه التكتلات تساءل البعض كما سنتحدث في هذا العدد عن دور الأحزاب السياسية شهران ونصف قبل الانتخابات التشريعية والبرامج التي ستقدمها في الحملة الانتخابية لإقناع الشعب وتعبئته لذهب إلى صناديق الاقتراع كما سنخوض الحديث في تصريحات رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات محمد شرفيا اليوم حول سحب ملفات الترشح من طرف الأحزاب والمترشحين الأحرار لمنقشة هذه المواضيع بالتحليل والنقاش سعيد ونيان ورحب بمنسق تكتل مصار الجديد وسلمون در بودن مساء الخير وشكرا للمتابعة الدعوة مساء الخير سيحمزة شكرا كما ورحب أيضا بعضو المجلس السياسي لجيل جديد أمين عريب أهمين مساء الخير شكرا للمتابعة الدعوة إذن مشاهدين للكرام نبدأ النقاش بعد الفاصل على بكم مشاهدين الكرام من جديد لو أبدأ معك النقاش سيد بودن من اللقاء الذي جمعكم برئيس الجمهورية ماذا تمخذ عن هذا اللقاء وما هي أهم النقاط التي نقشتموها مع الرئيس الحقيقة سيد رئيس الجمهورية مشكور جدا على استقباله لأعضاء من المصار الجديد هذا الاستقبال دام مدة مطابرة كانت جد غنية بالنقاش وحوار في مختلف مجالات نقاش تناول السياسة الخارجية وعلاقتنا ببعض البلدان تناول أيضا سياسة داخلية ومنها محطات كثيرة أهمها محطة تشعيات مقبلة تناولنا أيضا من موضوع تجديد التبقى السياسية تناولنا أيضا مع سيد رئيس والذي دخل في التفاصيل في موضوع الهوية الجزائري اكتشف نفسه والآن أصبحت هوية الجزائري مستقلة وغير مرتبطة يعني بمختلف التيارات اللي يجي من المشرق ولا من الغرب طيب وفم يتعلق بالتشريعيات؟ التشريعيات سيد رئيس قال أنه وضع جميع الضمانات نزاهة وأكيد أن الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة وأيضا قدمت سهيلات كثيرة للشباب لخوض هذه المنافسة الشرعية وأكيد أنه قال سيد رئيس أنه بالنسبة له أنه هو ما يدخلش في تغليب جهة على جهة سيد رئيس قال أنا إذا كان ممكن هناك أحزاب شعب ما يريدها الشعب يقصيها وإذا كان هناك أحزاب شعبي يحب يمدلها المناصب المسئولية هو الشعب اللي يمدلها المناصب المسئلية يعني يحب يقول بالليه هو مع يخلي الطبيعة تغييرات طبيعية وليس تغييرات إصطناعية طيب أمين أنت سمعت لما كان يخض بفيه النقاش الآن أستاذ بودين طيب كيف تقيمون وتقرؤون تعويل رئيس الجمهورية في هذه المرحلة على المجتمع المدني خاصة للكثير يرجع هذا إلى انتلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والحراك نادى بإبعاد الأحزاب السياسية أو بعض الأحزاب السياسية على المشهد السياسي كيف تقرؤون هذه المرحلة أمين شكرا حمزة مع بليش ما نقول لك نتزم أن رئيس الجمهورية سيعول على المجتمع المدني تتعرف أن طبيعة المجتمع المدني لا يمكن أن يعود الأحزاب تماما صحيح أننا نمر في مرحلة فراغ في الساحة السياسية عرفناه وعشناه هذا الفراغ نعرف أيضا أن المجتمع المدني ربما هو هنا في مرحلة يقدر يسد نوعا ما هذا الفراغ ولكن لا يمكن له يعود عمل أحزاب السياسية تعرف أنه عمل حزب سياسي أولا هو مشروع مجتمع ينبثق منه مشروع سياسي هذا الأحزاب تناضل من أجله لا يمكن بين عشية وضحانا يمكن أن نضع الأحزاب جانبا العمل السياسي قلب العمل السياسي هو يندر على مستوى الأحزاب الآن قبل الحراك كانت هناك أجهزة نعم التي عكرت نوع العمل السياسي وخلت أن تتعمق أزمة ثقة لكينا بين المواطن والأحزاب السياسية ولكن الآن يجب أن نمر إلى مرحلة أخرى وأن يظهروا ويبرزوا أحزاب سياسية أخرى حاملين مشاريع وحاملين مشاريع مجتمع لأن تقدموا من خلالها إلى المجتمع الجزائري وهو يمكنه أن يختار وهو يعود فرز الطبقة السياسية ولكن فكرة أننا نعود الأحزاب السياسية بمجتمع مدني أعتقد أنها لا يمكن أن تكون في النهاية جدية أنا قلت لك في البداية لا أعرف إذا كان هذه هي نية السلطة أنها تعود الأحزاب بمجتمع مدني أكيد أن المجتمع المدني اليوم كمرحلة أولية يجب أن يعاد هيكلته لأن أيضا في النظام السابق كانت هناك استعمال للمجتمع المدني ليخلى أن يكون هناك عزوف أو ثقة تكون مكسرة بينه بين الشعب الجزائري لذا أعتقد أن هذه هيكلة المجتمع المدني حتى في ذلك الوقت كانت بعض الأحزاب الفطرية عزفة من خلالها ومن خلال تصريحاتها الشعب من الانتخابات أكيد أكيد نحن شفنا أن في المرحلة السابقة كانت هناك جرائم على المستوى السياسي شفنا أن كانت فيه أحزاب طفيلية كما تكلمت عليها شفنا أن كانت هناك أجهزة صناعتها السلطة خلات أن الشعب الجزائري يفقد ثقة تماما في العمل السياسي ولهذا اليوم ندخل في مرحلة وإعادة بناء المشهد السياسي في الجزائر عن طريق هيكلة المجتمع المدني وأحزاب أخرى أيضا طيب أستاذ بودن البعض يعتبر هذه التكتلات والمبادرات شأنها شأن أحزاب إن صح التعبير الطفيلية مناسباتية تظهر قبل كل مناسبة انتخابية ثم تتلاشى بعد ذلك كيف تردون على هذه العراء سيد بودن؟ أولا سيحمزة مصار الجديد تم تأسيسه منذ أكثر من 6 أشهر لا سبتمبر الكثير من الأصوات قالت أنه تأسيس المصار الجديد هو على علاقة مباشرة بتعديل الدستور وسينتهي مع انتهاء تعديل الدستور والإستفتاء شوفنا التعديل الدستور وpants رأى تصويت المواطنين في الإستفتاء شوفنا أنه لمصار الجديد استمر في النشاطات مصار الجديد مستمر في النشاطات أنا نقول لك حاجة المصار الجديد ليس فقط المجتمع المدني هو جزء من المصار الجديد وليس كل المصار الجديد المصار الجديد يتشكل من ممثلين جمعيات يتشكل من فاعلين سياسيين كما أخوكم متواجد معك يتشكل من حراكيين يتشكل من شباب بدون انتماء ومسبق لهم أنهم لا خاضوا في السياسة لا خاضوا في المجتمع المدني بالنسبة للمجتمع المدني تكلموا بل المجتمع المدني ولا نحن كمبادرة نحن نخليه المجتمع المدني يدخل في السياسة. لا. أنا أريد أن نوضح الأمور نهائيا. نحن بالنسبة للمجتمع المدني يبقى مجتمع مدني. يدخل المجتمع المدني يبقى في العمل التطوعي. نحن نتكلم لسيد الرئيس. ليس يتكلم الآن على أن جمعيات تروح للسياسة. يتكلم على أفراد في الجمعيات. أعضاء مناضلين في الجمعيات هذه. مناضلين عندهم أداء تطوعي في الجمعيات هذه. ممكن نسمح لهم أن نضيف لهم جسر كأفراد وليس كجمعيات أنهم ينتقلوا للعمل السياسي كأفراد. إذا كان مثل رئيس جمعية ألف ولا با ولا تا. يحب يكون أو أدام عليه في العمل الجمعوي. يحب يخوض تجربة سياسية. وهو تكون في العمل التطوعي. وكان عنده ما صار لبس به في العمل الجمعوي. الآن عنده اكتسب خمرة معينة مع المجتمع من خلال احتكاك مع المجتمع. أنه نسمح له أنه نجدد به طبقة سياسية كأفراد نقوله. نحن هنا في تصريح سبقة سلمون درهودين. نحن خطأ وخلط. المصر الجديد. المصر الجديد ما هو تكتل المجتمع المدني. المصر الجديد تكتل المجتمع المدني وسياسيين من أحزاب مختلفة. أحزاب كانت تسمى أحزاب السلطة. وأحزاب كانت من أحزاب المعارضة. ومن لها انتماء سياسي. أكيد. أنا أنا قدامك. أنا عندي انتماء سياسي. والكثير من عندنا عندنا من طلاع الحريات. ليس طلاع الحريات اللي بعتتهم أنهم يجيوا عندنا. كأعضاء هم أحرار. فأنهم يشافوا مبادرة عجبتهم. جاءوا عندنا. شافوا عندنا حتى من أحزاب متطرفة نوعا ما في المعارضة. وما هو هدف المصار الجديد؟ المصار جاء في تأسيس تعوجها من أجل توحيد رؤى الشباب مختلف توجهاتهم ومشاربهم. ونداء الأحزاب السياسية أيضا. قلت أنه من بين الهداف المصار الجديد. تحريك المشهد السياسي. ونداء الأحزاب السياسي. هل غابت فعلا الأحزاب السياسية على المشهد السياسي؟. أحزاب السياسية. صح أنه كان أخطاء في الماضي. الأخطاء هذيك. ما صنعوهاش غير الأحزاب اللي كانت في السلطة. غياب تام المشاركة الميدانية. أننا الحركية السياسية تصنعها المشاركة. ليس أنه نتفرج نور الشاشات ونقول أنا نغير. أو نكتفي بالنقد والانتقاد فقط من وراء الشاشات وبالتعليق في وسائل التواصل الاجتماعي؟ المشاركة والفعل الميداني هو اللي يؤدي للتغيير. هذا هو الهدف تعنا في المصار الجديد. نحن من خلال مختلف اللقاءات الولاهية التي ستنعقد الآن. اليوم صباح كنت في بسكرة. اليوم السبعة العشية أنا معك هنا في قناة الحياة. كنا في أمبواقي. نحن ننتقل ميدانيا. ليه يحب يغير. الميدان هو حق التغيير. طيب أمين. هل برأيك منافسة المجتمع المدني لأحزاب السياسية يعتبر بدعة إن صح التعبير ثانيا؟ ما هو رأيك في هذه التكتلات والمبادرات؟ لأن الكثير يقول لك ربما في نهاية المطاف هي عملة لوجهان واحد لما كان يمارسه النظام السابق إن صح التعبير كما يقول البعض. ونفس الممارسات بقيت لحد اليوم. ما رأيك؟ ما أعتقد أنها يمكن مجتمع المدني أن ينافس أحزاب سياسية لهم ضوري مختلفين. كأن المجتمع المدني أمل شيء آخر. الحزب السياسي عملا عنده عمل آخر. ربما كان بعض النقاط يمكن أن يتقاطعون فيها. ولكن أساسا لعمل سياسي فإن أحزاب سياسية لها دور آخر. لا ما أعتقد أنها يمكن أن تكون هناك منافسة وتصادم بين المجتمع المدني والأحزاب السياسيذة. بل في قتلة في بعض الأحيان يتلاقيه. أدوار مختلفة. أما الآن إلا نتكلم على التكتولات المجتمع المدني فلكل الأهداف على حسب تركيبة البشرية كأن بعض التكتولات هي رسكلة لبعض الأشخاص في الأجهزة السابقة كأن بعض التكتولات لديهم أهداف واضحة وإن كأن الناس ربما صادقة تريد تخلق ديناميكية في الحالة السياسية إذن لا يمكن أن نعموا على كل المجتمع المدني أو التكتولات التي لا يتظهر أن نعموا عليهم صفة وحدة فيها وعلينا نشوف وقتلك كأنها عن طريق بعد سقوط الأجهزة كأن الناس ستعود رسكلة السياسية عن طريق هذه المدلة التي تكتولات وكأن بعض الجمعات تكتولات من المجتمع المدني لها أهداف أخرى محاولة منها أنها تعاود المجتمع المدني نطالب ونشجع بذلك تكلم مقبل ضيفك الكريم على العمل الميداني نوفقه في هذا الشطر العمل الميداني يجب أن يكون حقيقة نعود نبعته لعمل الميداني حقيقة والناس تتقرب إلى المواطنين تعاود سوق لهم خطاب عقلاني ومباشر نخرج من لغة الخشب التي عرفناها لمدة سنوات التي خلت أن الجزائريين ينفر من العمل السياسي كان آليات يجب أن تغير وجوه جديدة يجب أن تبرز اليوم حتى نعود أزمة ثقة نقضيها تدريجيا أستاذ بودين الكثير يتساءل أيضا اليوم كما تساءل أمين الآن عن الكم الهائل من سحب ملفات من أجل تشكيل جمعيات وتكتلات من المجتمع المدني هل هي ظاهرة صحية برأيك أم أنه خطوة لركوب الموجة والتموقع من جديد إن صح التعبير ما رأيك؟ يا أيها الحمزة أنا أعود التأكيد أنه يجب أن نغيره Valentine هي تكتلات لأفراد من المجتمع المدني والЧ实 على قد تم تلك المجتمع المدني لأنه عندما كان付igt أفراد من المجتمع المدني لكن في ناس مطاف هم في المجتمع المدني نعم لتأكيدوا أن تشكيل قوائم سياسية عن دخول منافسة سياسية الآن يمكنك أن نعتبر Londوان لديهم قباعة في المجتمع المدني وان Ci混合 stories فيما وbourg السايسية فاقуки مسلنا فعلا الآن نراهم في السياسة. وليس في المجتمع المدني. الآن يمكن أن الأخ الكريم أو أعضاء في أحزاب سياسية أخرى أجدهم أعضاء مكاتب سياسية وأعضاء مجالس وطنية لأحزابهم. وممكن أن ينتميوا بكاري الجمعيات. ولا ما زالهم ينتميوا الجمعيات. ما نسميهم؟ نسميهم سياسيين أو نسميهم مجتمع مدني؟ هنا يجب أن نحوى الخلط هذا. هؤلاء الأفراد من المجتمع المدني الذين يحبون أن يخوضوا في المجال السياسي عندما ينتقلوا للترشحات. الآن يعتبروا سياسيين أو مشاريع سياسيين. لا يمكنهم أن نسميهم مجتمع مدني. لأننا الهدف هو تجديد الطبقة السياسية. أنا مع سيد الرئيس في اللقاء الأخير مع الصحفة. قال بطريقة ضمنية أن حكاية الوجوه الجديدة أن نضعها أكوتي. لأن الوجوه الجديدة يجب أن تصنعها في الميدان. لأننا نتكلم عن تجديد الطبقة. السياسية. كيف تجدي الطبقة السياسية؟ لأننا نرافق الشباب لديهم أفكار أن يدخلوا المشهد السياسي. يدخلوا الطبقة السياسية. الآن نقصي الناس الذين يراهم كائنين. نقول لهم أن يتروحوا. الإقصاء ستكون بطريقة طبيعية. كيف؟ لما يكون هناك أفكار جديدة. عندما يدخلوا أفواجاً أفواجاً. يدخلوا الطبقة السياسية. يدخلوا الحزب معين. سيكون تنافس. وسيكون احتكاك كبير بين الأفكار هذه. وأكيد أن البقاء سيكون الأفضل. يعني ذوي الأفكار المحدودة. أو التجارب البسيطة. أو المرضود المحدود جداً. أو ذوي التعليم المحدود. إذا أحب أن تنسميه هكذا. يجب أن يدخلوا خارج المشهد تدريجياً. الإقصاء يكون بطريقة طبيعية. نقول لك شيء. حتى بالنسبة للأحزاب السياسية. ما نحكم الآن؟ الآن سيد الرئيس من خلال قواعد التي وضحها في القانون العضوي. وضع الناس كامل تنتلق من خط واحد. يخويا الأفضل يفوز. يتفضلوا. لكن نقول لك حاجة. أعتقد أن التغيير ليس سيكون كبير كبير كبير. كما سيعتقدون البعض. لأنه إذا كان واحد حزب نجح أن يفرض نفسه. وهو حزب كان مغمور. وقدر أن يفرض نفسه في المنافسة. أنا أنت حيله. أكيد أن الأحزاب التي كانت تسمى أحزاب السلطة. ستحارب. هل برأيك هذه الأحزاب اليوم ستنجح بسهولة. فيما يتعلق بهذا المعترك القادم. خاصة أن الشعب الجزيري فقد ثقة بينما مع الأحزاب السياسية. لا تنسى حاجة أخويا نكونوا واقعين. ونبتعدوها الشعبوية. الأحزاب هذه عندها الأوعية تحت تقليدية. صحيح أننا نعترف أن هناك نوع من الحاجز النفسي اتجاهها. لكن هي حافظة المناضلين التي لديها. إذا كان في المقابل. لن يكون منافس قوي. ستكون أحزاب ضعيفة تحب تنجح فقط. لأن هناك شعار يسمى شعار التجديد. تحب تنجح بالشعار هذا فقط. النجاح يكون بالعمل. وتشمير على السواعد. واستقطاب مناضلين جدد. تكسب بهم الانتخابات. وتخوض بهم مختلف. المحليات المقبلة. إذا كان تعول بك لأن شعار المرحلة هي التجديد. أنها بالشعار هذاك تحب تنجح. نزيد. نقول لك شيء. هناك سؤالك تناول. قوائم عدد كبير من القوائم. أنا هنا قبعة المصار الجديد. لا تتحدث عن قبة التجمع الوطني الديمقراطي. إذا كانت قبعة المصار الجديد. الودف هو تجديد طبقة سياسية. تجديد طبقة سياسية. لا يمكن. هل يمكن تجديد طبقة سياسية بوجه قد ما سيبودن؟ أسفح لي. لا يمكن. لا يمكن تجديد طبقة سياسية. في أم بواقي. يقولوا لي تم سحب 65 قائمة. 65 قائمة. سوف يتم. الأصوات ستتفرق. لا يمكن أن يكون ما سيبقى في الميدان. الأحزاب الكبيرة. من نسبة الـ 5% ستقصي الجميع. نزيد. نقول لك شيء. جاوب 2. جاوب على سؤالك. الوجوه القادمة. أخي الشعب. أخي الشعب. أنا راحي الانتخابات. أخي الشعب هو الذي يحكم. أخي الشعب. أخي الشعب من سيفصل في نهاية المطرف. أمين. بودين قال لك أن الأحزاب الكبيرة ستفرد نفسها. والميدان من سيحكم. والأحزاب الفتية والأحزاب التي لم تكن لها قاعدة جماهيرية. أن الأحزاب الكبيرة ستفرد نفسها. قلت لك. الأحزاب الكبيرة ستبقى موجودة وقوية إذا كان منافسة ضعيفة. إذا كان منافسة ضعيفة. نعم. هذا هو. الكورة الآن. هناك مرمى المنافسة. طيب. بماذا ترد على هذا الكلام؟ لا نعرف كيف نقدر نقيم حزب كبير وحزب صغير. ما دام أن الانتخابات سابقة كلها مزورة وبيعتيرها في الجامعة. حتى اللي يشاركوا فيها. ما يمكننا أن نخذ معيار عدد المقاعد التي كانت في الانتخابات السابقة. على الأقل العشرين سنة السابقة. نتكلم عن أنها انتخابات معيار لتحديد حجم الحزب. أعتقد أننا يمكن أن نحدد حجم الحزب. لما انطلقنا من الصفر ستكون هناك انتخابات. هنا يمكن أن يكون هناك فرز طبيعي للحياة السياسية وحجم الأحزاب. نعتقد أن الأجهزة هذه لا يمكنها أن تكون تفوز بالأغلبية. ولا يمكن هذا اعتقاد أننا في جيل جديد. لا يمكنها أن تكون أحزاب أو أجهزة التي ستستمر مع الوقت. لأن الشعب سيعاقبها. لا يمكن أن ننسى أنها كانت مساندة للعهداء الخامسة. مساندة للعهداء الرابعة. مساندة لتغيير الدستور. مساندة لكل العهدات. لخلتنا أن نوصل إلى 22 فبري 2019. لا يمكن أن نتمنى أن نتائج أخرى. أما قضية الإقصاء. في جيل جديد دائما لم ننادو حتى من قبل. كنا ننادو بدولة القانون. الحق والقانون. إذا كان الأفراد ما يمنحهم من العمل السياسي. لأنهم لم يرتكبوا أمور لتمنحهم من حقهم السياسي. فأكيد أنه لا يمكن أن يمنحهم من العمل السياسي. إما بقبعات الأجهزة. إما بقبعات أخرى. ولكن من دورنا أحزاب التي كنا نناضلوا هذا الوقت. طيلت كل فترة النظام السابق والرئيس المطرود. كنا نناضلوا. ويجب أن ننبه إلى ذلك. أن هذه الناس سيعود يولوا بطريقة أخرى. ونطيحوا في نفس الإشكال. اليوم حقيقة طحنا في ظاهر التصحر السياسي. خلينا نقل نقص المشاريع. كان عديد من الأحزاب. ولكن للأسف مرقات في العمل السياسي. لو يطلبوا الجزائري على مستوى المواطن الجزائري. هنا علينا أن نقوم بعمل جدي. الأحزاب أو كل من يريد إنخيرات في العمل السياسي. علينا أن نقوم بعمل جدي قاعدي. لخلينا أننا تدريجيا. لأن هذا لا يمكن أن يأتي بين الليلة وضحاها. ولا في الانتخابات الليلة جاءة. هو ما صار طويل. يجب أن نذهب وليه. حتى يمكن أن نسترجع الثقة تدريجيا. مع المواطن. طيب أستاذ بودن. أنت سمعت عن ما كان يخوض فيه الآن. الأستاذ أمين. قالك في نهاية المطاف. الانطلاق ستكون من الصفر. ولا يوجد حزب صغير وحزب كبير في نهاية المطاف. لأن الشعب من سيحكم. وقال في حديثه أن هذه الأحزاب التي كانت بين قوسين. تدعى أحزاب الموالات في وقت سابق. ارتكبت أخطاء. وممارسات كانت أكل عليها الدهر وشري في نهاية المطاف. لكن في نهاية المطاف في الرؤساء الأحزاب في تلك الفترة. كانوا يدلون بتصريحات تستفيز كثيرا للشعب الجزائري. كيف يمكنهم اليوم أن يعتمدوا عليهم من جديد؟ نحن نتكلم الآن على نظام تغير في الجزائر. ورسائل هذه الأحزاب التي يتكلمون عليها تغيروا تاني. نتحدث عن الممارسات. نرى رؤساء أحزاب جديدة عندهم رؤساء جديدة. من السابق الأول أن نحكم عليهم. أعتقد أن حتى الممارسات الآن تم تصحيحها إلى حد ما. نزلت بعض الأخطاء. أيضا ما نقوله في النظام السابق أو في الأخر. كانت بعض الأخطاء. لا نستطيع أن نحكم عليها. وممكن حتى 22 فيفري. ممكن لم نكن معاها في الوقت هذا. لا أكيد أنه الآن لما نرى مليح المشهد. يعني نعود أن ندرسوه مليح. أكيد كانت أخطاء. و22 فيفري جاب الجديد بزاف. الآن الواقع هو الميدان. أنا نعود أن نتكلم منك بالميدان. عندما نتكلم صحيح أن محطة الانتخابية المقبلة هي التي ستصنع الفارق بين مختلف هذه الأشكالات السياسية. هل تتوقعون التغيير في الطبقة السياسية؟ يعني خريطة الطبقة السياسية؟ التغيير في الطبقة السياسية أو خريطة الطبقة السياسية؟ لا أعتقد أن التغيير سيكون كبير. أنا نتمنى أن الأحزاب السياسية التي كانت تسمى بالأحزاب السياسية الكبيرة. بهم أن نجد أخويا مرتاح. نتمنى أنها جدد الوجوه التي كانت في المناصب المسؤولية. لأن الأوجه الجديدة هي في المناصب المسؤولية. ليس في هذه الحزب. كثير من الوجوه في هذه الحزب. مسبق لهاش أنها تناولت مناصب المسؤولية. سواء انتخابية أو في مؤسسات الدولة الرسمية. أنا نتمنى أن الأحزاب هذه تقدم وجوه جديدة لانتخابات. نتمنى الأحزاب التي كانت تسمى صغيرة. الآن الانتخابات المقبلة هي التي ستحكم عليها. نتمنى أيضا أنها تتقدم خطوات للأمام. لأن أعتقد أنها ستجيب الجديد. عندما يرى المشهد السياسي يريد أن تكون بعض الوجوه القديمة. وجوه جديدة. بعض الأفكار القديمة. أفكار جديدة. أعتقد أن الاحتكاك هذا ليس أنه يولد قرارات سليمة. قرارات سترجع بالفائدة على المواطن في شدة القطاعات. ليس في القطاع السياسي بك. نحن كل جميع الآن يتابع. أنا في الدستور. خلصنا من الدستور أي جاية شريعيات. نحن كتبقة سياسية. أو كمسؤولين في السلطة. لا ننسى الأزمة الاقتصادية. لا يجب أن ننتظر أن يأتي برلمان جديد. وحكومة جديدة هي التي ستخرجنا من الأزمة الاقتصادية. لا يجب أن ننتظر أن يأتي مجالس بلدية جديدة. ومجالس واللائية جديدة. هي التي ستحرك عجلة التنمية المحلية. يجب أن نعمل عليها عين ويد. يخدمون في تجديد الطبقة السياسية. ويد أخرى ستعمل على الخروج من الأزمة الاقتصادية. أنا اليوم كنت في ولاية بسكرة. وكان بعض التمثليات منتخبين المحليين. أنا لم تنتظرون أن تكون حتى تأتي الآن. أو تبدأوا توجدوا روحكم من الانتخابات المقبلة. تخوضوها وتربحوها وتعود لرئيس بلدية. يعود أن يرجع رئيس بلدية. والذي منتخب يرجع منتخب. يجب أن تبقوا مهتمين بشؤون التنمية المحلية. تحاولوا أن تدروا إضافات جديدة. تحاولوا أن تدروا لمسات نوعية. لماذا هذه الخطابات العقلانية لم تكن من قبل سيد بودن؟ لماذا حتى هذه الفترة؟ لأن الكثير اليوم يتهم التكتلات فيما يتعلق بهذه النقطة. بالهروب إلى الأمام من خلال تموقع وإعادة الرسكالة. كما قال أستاذ أمين. إعادة الرسكالة مع كل احتراماته نعتبر كلام لا يوجد وجود في الواقع. نحن نتقدم الانتخابات. إعادة الرسكالة لكي نسمح بها الشعب لا تسمى إعادة الرسكالة. يقول للناس كينو كينين أو ملو كينين أو مبقوا كينين. الشعب قصاهم من الماضي. الشعب هو من الماضي. قال أبصرح العبارة. أن ممارسات النظام السابق ستبقى في السابق. يتحدث عن تكتلات والمبادرات. الناس يتكلمون على مسؤولين في الدولة. قالوا لا نعفهم. هذا ليس إعادة الرسكالة. ومسؤولين آخرين. هذا هو إعادة الرسكالة. إذا كان واحد الخطاب. واحد الخطاب. لا نستعملون. إذا كان النفاق في الماضي. نزيد ونجعلون النفاق الآن. لا. لا خوية. طيب أمين. النفاق كان في الماضي. يلا نذهب بخطوة جديدة إلى الأمان. أمامنا بنية جزائر جديدة. والكل يشارك في هذا البناء. خاصة أنه في نهاية المطاف. الخطوة التي سنخطوها مستقبلا فيما يتعلق بالانتخابات. هي من ستظهر من الأقوى إن صح التعبير. والميدان يتحدث. والحزب الذي يمكن أن يعبئ الشعب للدهاب إلى صناديق الإقتراح. ومن سيفوس في نهاية المطاف. فضل. كما قلت لك في البداية. نحن جيل جديد دائما ما كنا نطالب بدولة الحق والقانون. إذا كان الأفراد القانون لا يمنحهم من العمل السياسي. فأكيد لهم الحق أنهم يترشحوا. لهم الحق أنهم يتقدموا للعمل السياسي. يتقدموا للعمل الميداني. هذا من حقهم. لكننا نعتقد من دورنا أننا يجب أن ننبه لهذا الأفراد. أولا. ثانيا. لأننا يجب أن نوعي الجزائرين. لأننا كان جزء كبير من الجزائرين قبل 22 فبري. لم يكن مهتم بالشأن السياسي. اليوم بعد 22 فبري نرى أن كثير من الجزائرين انخارطوا في العمل السياسي. وعودوا ورجعوا في قلب المعادلة السياسية. وهذا ما كنا نسعى إليه منذ سنوات في جيل جد. لأننا قلنا أن يجب إعادة الشعب إلى وسط المعادلة السياسية. إلى قلب المعادلة السياسية. وإلا ما يمكن تكون هناك سياسة بدون شعب. فأكيد أن الجزائريين يجب أن ننبه إلى مناورات بعض الناس التي كانت من قبل. التي كانت سبب في الأزمة الحالية. بدون لغة النفاق أو لغة الخشب. نحن متعودين في جيل جديد. كنا نقول الأمور مباشرة في كل ظروف. حتى كنا نحملوا تدعية ما كنا نصرح به. أعتقد أن اليوم محشي اليوم نغير لغة الخطاب. سنواصل نكون مباشرين ونسموا الأمور بمسمياتها. أعتقد أن من جهتي هذا رأيي. أعتقد أن إعادة رسكالة الناس أو الناس التي كانوا متسبين في الأزمة سيكون خطأ. ويؤدي بنا في نهاية المعطاف إلى نفس الأسباب أو نفس النتائج التي كانت من قبل. أعتقد أن الجزائريين يجب أن يكونوا وعيين. حتى يقدروا يفرقوا بين الأفراد ومن كان له كل دوره. ويعودوا يشوفوا كل واحد ما كان دوره في السابق. يمكنهم أن يختاروا بحقيقة وما يغلطون في الخيارة. برسالة وصلت إلى المشاهدين الكرام. نخرج فاصل الإشهاري ولا نعود معكم. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذا الجزء الثاني من برنامج خاص. أستنف معك النقاش أستاذ بودن من تصريح رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات اليوم. الدكتور محمد شرفي تحدث عن سحب ملفات الترشح. تحدث عن أكثر من ثلاثة ألاف ملف تم سحبهم للانتخابات التشريعية. ألف أربعة مائة وعشرين ملف سحبا من طرف خمسة وخمسين حزب. وألف وثمانمية وثلاثة وثمانين ملف سحبا من طرف مترشحين أحرار. سؤال هنا هل يمكن القول أن الأحرار سيقتحمون في البرلمان في الانتخابات القادمة؟ ما رأيك؟ يعني تحليل منطقي. أعتقد أن كل ما كثرت قوائم الأحرار كل ما انخفضت حضوضهم يكونوا في المشتعب الوطني. شفنا من قبل في الانتخابات السابقة أنه نجد حوالي 12 قائمة حزبية. كما توزعت الأصوات بالقوائم هذه وكل ما انخفضت حضوضهم يفوتوا حاجزة 5%. كيف يعني؟ إذا كان مجموعة من الشباب. أنا أفضل هذه كلها تكلمنا عليها في المعصار الجديد عدة مرات. كيف تتدعي الصورة؟ في كل ولاية، إذا كان مجموعة من الشباب 500 أو 600 شاب حابين يخوضوا الغمار للانتخابات الشرعية المقبلة. من أفضل أنه في كل ولاية لا يفوتوا على أقل تلت قوائم حفظة. نعطي مثال، وليت أمب واقي. نحن قلنا لهم إذا كان تدخلوا الانتخابات كشباب، نحن تجتمعوا في قاعة، وتحاولوا تحددوا منكم مترشحين، كل قائمة تحدد المترشحين. وعلى الأقل مترشحين هذين يكونوا من مختلف مناطق الولاية. على الأقل يكونوا كين تمثيل جهوي داخل الولاية. وكي تقدموا بثلت قوائم. حفظة ترتفع الحضور التي تكونوا داخل، تفوزوا بمقاعد في البرلمان. لكن لما تكون كين ثلاثين قائمة حفظة في ولاية معينة. الأصوات ستتوزع، أصوات الشباب، أصوات الناس التي اهتمت بالشأن العام والشأن السياسي بعد الحراك، ستتفرق بين القوائم الحفظة هذه. تفرق على ثلاثين. يمكن أن تكون قائمة حفظة، يمكن أن تكون قائمة حفظة، يمكن أن تدخل. تفوت الحاجز الخمسة في المئة. من الأغلبية ستسقط. لكن إذا كانوا تنظموا، وكانوا في عدد محدود من القوائم الحفظة، وكانوا رأيوا حزب سياسي جديد، وكانوا رأينا ندخل المكتب إلى حزب جديد، وحزب كائن، ونفضوا ونحن ميدانيين، يكونوا في القائمة. الآن يكون لدينا حظوظ بأن نرى وجوه جديدة في البرلمان. أيضاً بالنسبة لنا كمصار جديد، نوجه نداء حتى الأحزاب التي كانت تسمى الأحزاب القوية. نقول لهم المرة هذه، نفضلوا أن تقدموا وجوه التي قادرت تحدث الفارق في الميدان. نعتمدوا على نفس المبادئ السابقة. نتكلمنا أيضاً في المصار الجديد على منطقة العرشية. منطقة العرشية يسبق الكفاءة ويسبق النخبة. وللأسف، هذا المنطق سائد في مجموعة معتبرة من الوطن، مجموعة معتبرة من المطبرة من الولايات. صحيح أنه لا يوجد الوقت، نفوتوه الآن، لكن أكيد سنعمل مرحلياً على تجاوز هذا الأمر. أمين، كيف تقرأ تصريح اليوم د. محمد شرفي فيما يتعلق بسحب ملفات الترشوح؟ أعتقد أن هذا كان منتظر من جانبنا. كان منتظر يكون هذا العدد الكبير. لأن تعرف أنه كانت فيه هناك في ضل الفراغ السياسي، وفي ضل ضعف الهيكل لكثير من الأحزاب. فتح المجال للشباب. لأن بعض الأحزاب نعرف أنه كانت منغلقة تماماً على الشباب. خلنا الجزائريين بعد 22 فبريين، لما أصبحوا يهتموا بالشأن السياسي، أرادوا خوض غبال الانتخابات أنهم يتوجهوا إلى قوائم حرة. إعتقاداً منهم ربما أن فرصتهم أنهم يكونوا وحدهم ويمكنوا يشكلوا قوائم وحدها. هذا كان متوقع. هذه مرحلة نجوز عليها ونمر عليها الجزائر. أعتقد أن في الانتخابات الموش هادية 12، ولكن بعد خمس سنوات سيقل عدد المترشحين الأحرار. وإنما سيكون هناك عملية تجميع للساحة السياسية في أحزاب وفي تيارات وتيارات فكرية. هذا هو اللي نحن وصلوا له. اليوم رأنا في مرحلة إعادة بناء الحياة السياسية أو الساحة السياسية. فمن طبيعي أنه يكون الكثير من الناس اللي حبت ترشح، الكثير من يروحوا بقوائم حرة. قلت لك لأنه لعدة أسباب. من بينها الأحزاب لم تكن منغالقة تماماً. لم تكن مفتوحة على الشباب. لما يدخل هذا الأحزاب لم يجيش مكان تعوي. وإنما يحدد له مكان يعني يتحط فيه ولا يمكنه أن يتقدم إلى الانتخابات. اليوم بعد ما تغيرت كل هذا الأمر والتسهيلات لأتى بها القانون الانتخابات الجديد ليسمح أن هذه القوائم تكون بكثرة. أعتقد أنها مرحلية. ربما بعد خمس سنوات يمكن أن تتعدل الساحة السياسية ويمكن أن يكون هناك تكتولات في أحزاب وتكون قوية. يمكن أن تستعب كل هذه المترشية. نعم. أستاذ بودن كيف تردون على بعض الأطراف التي تقول أن البعض لم يفهموا تصريح رئيس الجمهورية فيما يتعلق باستقصال الممارسات السابقة. والكثير تحدثوا عن هذه التكثلات والمبادرات. فيما يتعلق بتنشيط العملية الانتخابية. تنشيط العملية الانتخابية أعتقد أن يكون بطريقة عادية أن الجزائريين هناك تشكيلات سياسية كثيرة عندها. تقاليد محترمة في هذا الشيء. حتى الأحزاب التي كانت تسمى أحزاب صغيرة. حتى يمكن أن كان لديها تجربة بعض التجارب المتواضعة. لكن لديها تجربة. أعتقد أننا الآن مبدئياً أن نحاول أن نضع قضية المال الفاسد جانباً. أن المال الفاسد لا يحتكش لا بالناخبين ولا بالمنتخبين لا بالمترشحين لا بالمسؤولي الأحزاب. هذه أولاً. هل ترى أن بعض الخطابات من طرف بعض المصار الجديد عينة والمبادرات والتكتلات الأخرى؟ أن الكثير يقول لك البعض الذين ينخريطون في هذه التكتلات وينتمونها إلى تيارات سياسية أخرى في بعض الأحيان يخدمونها جندات بعض الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها. ما رأيك في هذا الكلام سيبود؟ مستبعد جداً. نحن في المصار الجديد نتكلم عن المصار الجديد. لأن هذه الممارسات كانت تحدث من قبل. مختلف الأطياف السياسية. تكتل المصار الجديد ومبادرة المصار الجديد أعتقد أنها غير مسبوقة لا في طبقة سياسية ولا في المجتمع المدني. نحن الآن بعد ست أشهر من الوجود عقدنا أكثر من خمسة عشرين لقاء ويلائي. عقدنا سبع لقاءات مركزية كان عندها صداة كبيرة جداً. عقدنا لقاءات في الخارج. عقدنا لقاء في غزة. هذو كم من المناضلين هنا؟ مناضلين بسطة. المناضلين آمنوا بالقضية على المصار الجديد. قبل أن ندخل عندك هنا نتلقى رسائل في الميسانجر سواء على صفحة المصار الجديد أو للصفحة الشخصية والحساب الشخصي. الناس كامل تود أن تنخلطها في المصار الجديد أو يعتقدون أن المصار الجديد سيقدم قوائم الانتخابات. الجميع يحب أن يكون في المصار الجديد لأن المصار الجديد لا يقصح تطرف. لا يقصح إلى وجوه القديمة. المهم أننا لا يكون لدينا قضايا فساد. لا يكون لدينا أحكام قضائية. نحن الوجوه الجديدة نحوس عليها. نحن نبحث عليها في مختلف الولايات. سواء شباب كانوا في الحراك أو شباب من الجمعيات الذين يشوفوا عندهم الكفاءة والنزاهة والقدرة الميدانية. نحن نعمل على استقطابهم ونتعبهم من أجل استقطابهم. هل برأيك اليوم فعلا المشهد السياسي بحاجة إلى تكتلات ومبادرات سياسية لتنشيط العملية الانتخابية؟ أكيد أنا أعتقد أن كل مبادرة سياسية تصب في اتجاه أن يكون هناك ديناميكية في الحياة السياسية وتساعد على أن الجزائريين ينخرطوا ويتكتلوا في توجهات سياسية أو في مصارات سياسية هي مرحب بها في النهاية. نعتقد أن هناك عمل قاعدي يجب أن يقام به. هذا العمل يتمثل فيه كون أن نستقطبوا جزائريين لنخلوهم يهتموا بالشأن السياسي ونخلوهم في مصار سياسي. أعتقد أن هذه الخطوات مثل هذه ونخلونا نقود في جديد دعينا إلى الناس من الحراك والآن واجب على الناس الذين رأي في الحراك أن تتهيكل في تيارات في أحزاب موجودة ويخلقوا أحزاب جديدة أو مبادرات سياسية جديدة فهذا شيء مرحب به ونشجعها حتى يكون هناك يعود إعادة تنظيم للمجتمع ويكون مهيكل سياسي للمجتمع الجزائري. هذا المصار يطلب وقت. لا يمكن أنه اليوم فقط أو قبل محطة انتخابية أنه يمكن أن نحقق ذلك. يطلب وقت. ولكن هي ديناميكية يجب أن نعود أن نبعتها في المجتمع الجزائري حتى يمكن أن يكون بعد بضع سنوات يكون لدينا مجتمع مهيكل سياسيا وإن كانت تيارات واضحة وإن كانت أحزاب تمثل هذه التيارات وإن كانت جمعية تمثل هذه التيارات طيب سيد بودن هالبرامج برأيك التي ستظهر في الحملة الانتخابية سترقى إلى تطلعات الشعب الجزائري خاصة بعد الشرخ انصح التعبير الذي حدث بين الشعب والأحزاب السياسية فيما يتعلق بالخطابات وبعض التسريحات الاستفزازية ما رأيك ما هو الخطاب الذي يجب أن تعتمده لأحزاب السياسية كي تسترجع على الأقل الثقة لبات الشعب الجزائري وتعبئته لذهاب إلى صندوق الاقتراع أعتقد أن أزمة الثقة هذه لا يمكن أن تسترجع بين الليلة وضحاها بالعكس أعتقد أن ما زال لازمها وقت أنه ممكن الشاف بعض التراكمية هي التي ستجعل الثقة هذه تسترجع شيئا فشيئا رأينا الآن الناس شفت انتخابات 12-12 انتخابات رئاسية كانت انتخابات نزيه وديمقراطية إذا شفت انتخابات الدستور لم يتم استفتاء الدستور لم يتم تلاعب بنتائجه ولا بنسبة المشاركة فيه أعتقد أن هذه من شأنها تعزز الثقة نوعا ما وأعتقد أيضا أنه الآن بالعكس نحن ماذا بينا حتى الأحزاب التي كانت تسمى أحزاب صغيرة أنها على الأقل تنجح في تشكيل كوتة البرلمانية لأننا حتى الأحزاب نحن نحترمهم أنا واحد من الناس نحترم جدا سفيان جلالي كشخص نحترم جدا يعني إنسان محترم ممكن عنده قناعات وعنده أفكار أعتقد أنه ينجح في استقطاب مواطنين وينجح في تشكيل حزب قوي نوعا ما أعتقد أنه سيقدم إضافة في الساحة السياسية كما نتمنى أيضا الأحزاب اللي كانت تسمى قوية أنها ممكن من قولكش تجدد نفسها لكن أنها تغير الأساليب العمل ومناهج العمل يعني بطريقة جديدة من قولكش بها تحافظ على المكان تحها لكن على الأقل نحبه ننكرهه كانت عندها إضافات نوعية في مراحل معينة من حياة الدولة الجزائرية أمين هل برأيك الخطابات السياسية اليوم وتصريحات بعض رؤساء الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتصريحات وانطلاق إنصح التعبير فيما يتعلق بالحملة الانتخابية هذه الخطابات ترقى اليوم لتطلعات شعب جزائري وهل برأيك اعتماد الشعبوية والخطابات الرنانة ولغة الخشب اليوم الجزائر في غينا عنها في نهاية المطافة أكيد هي في غينا لازم أولا قبل أن نذهب للخطاب لنوجهه إلى الشعب الجزائري نفهم ما حدث من تغييرات على مستوى المجتمع الجزائري هناك تحولات تحولات انتروبولوجية لخلاتنا الجزائري يخرج من المجتمع التقليدي البسيط اليوم متكون من ناس متقفى درست في الجامعات اليوم جميع الجزائري تخرج بغض النظر على المستوى الجامعي ولطريقة التكوين ولكن عندنا طبقة كبيرة من الجزائريين عندهم مستوى وعي كبير لحقول له ارتقى المواطن الجزائري كان نقارنه فقط بسنوات تسعينات إلى سنوات اليوم نشوف أنه كان فرق كبير في الوعي الجماعي الجزائريين الفرد الجزائري اليوم لحق المستوى وإنه اللي يفهم العرض السياسي يقدر يفرق بين ما يقوله الرجل السياسي عكس ما كانت من قبل لذا أعتقد أن هنا لازم الخطاب يتأقلم مع هذا الواقع ما تقاش اليوم نروح الخطاب الشعبوي خطاب بسيط وإن نعتبره أن الجزائري هذا المواطن لا يفهم لا يمكن أن يكون هناك خطاب عقلاني اليوم يجب أن نتوجه أولاً بخطاب عقلاني للجزائريين خاطبوا بالعقم ما تقاش اليوم نبيعوا الوهم لأن الجزائري اليوم تفتح العالم وراء يشوف ما يحدث في العالم ويشوف العروض السياسية لكاينة راء يشوف المستوى طبقة السياسية الجزائري لكن هذا البعض يقول لك أن بعض الشعب الجزائري لا يقبل الخطاب العقلاني ويميل أكثر للخطاب الشعبوي نحن نعتقد أنهم على خطأ تماماً أنهم يجانبون الصواب تماماً لأنهم هذين الناس مرامش دركين تحولات لحثة في المجتمع الجزائري ما يكبوش هذه التحولات اليوم المجتمع الجزائري الحق من درجة من الوعي لما يمكنش نجاة بيع له الوهم ولا تسوق له كلام كلام فارغ أو لغة الخشب ويقتنع بها قليل جداً هذه التي تقتنع بلغة الخشب هي قليلة وقليلة جداً في المجتمع الجزائري ولا يمكن تعميم نعم أغلبية الجزائري اليوم يحتاجون إلى خطاب عقلاني ويكلمهم على الواقع الذي يعيشوه حقيقةً ويقدم لهم حلول حقيقية وواقعية يمكنوا تطبيقها بعد مدة من الانتخابات إذا كانوا وصلوا للمسؤولية السياسيين بعد انتهاء عهدتهم يمكنوا أن يحاسبوا الشعب الجزائري على الوعود التي قدموها لتكون وعود ملموسة الطريقة التي يمكنها تطبيقها لم يتقاش اليوم هذه البرامج الخطوط العريضة فقط وتقول لنا نقضي على أزمة ساكن اليوم إذا تقول المواطن الجزائري نقضي على أزمة ساكن يقول لك كيفاش هل تبني موحدة ساكنية واشنه هو الطريقة هل تبحش كون لح يستفيد إذا هذه اللغة والخطاب المباشر اليوم هو من الضروري ولكن قبل أن تلحق لهذه الخطاب يجب أن تفهم تحولت لي حتى للأسف كثير من الطابقة السياسية لم تفهم ما حدث كما لم تفهم بأن 22 فبري كان قادم وعندك رأيك الأزمة الاقتصادية ستؤثر أيضا على الانتخابات القادمة خاصة وأنه اليوم الأحزاب السياسية عندما تذهب ليقناع الشعب يقول لك أن قرعازيت ما عندي شيء أكيد أكيد ولكن لازم نفهم المواطن الجزائري والأحزاب ألا أن الأزمة الاقتصادية يمكن أن تحل عن طريق مؤسسات اليوم عندنا أزمة متعددة في الجزائر متعددة الأبعاد أزمة سياسية اقتصادية اجتماعية الآن قال انتخابات اللي رجائح تحل لنا الأزمة السياسية تبدو مصار لحل الأزمة السياسية من بعدها الأزمة الاقتصادية يجب أن تعالجها السلطة أولا ومن بعد الناس يتلحق للسلطة تقدم حلول واقعية لمعالجة الأزمة والأحزاب تتشارك في هذا طيب أستاذ بودن لو نتحدث قليلا عن الحراك الشعبي برأيك هل سيؤثر الحراك الشعبي في العملية الانتخابية القادمة خاصة أن البعض اليوم في الحراكة ينادون أصلا بعدم دهاب الانتخابات ما رأيك في هذه النقطة؟ نحن في المصار الجديد نحترم الجميع نحترم الناس لخيرة المسيرات كتريقة التعبير عن أراءها نحترم الناس لخيرة أنها تقدم الانتخابات لكن أيضا نحن في المصار الجديد عندنا مبدأ هو نحاول أن ننقل الحراك من المسيرات إلى حراك المؤسسات هذه أولا نقطة ثانية ولا يعني ذلك أننا لا نحترم الناس اللي رأيك في المسيرات إلا بعض الشعارات الهدامة التي خلتنا نرجع لسنوات الثمانينات وبداية التسعينات أعتقد أنه من الأفضل أن نجنبها هذه نقطة أولية ونقطة ثانية حبيت نقول أنا نداء نداء أنه فرصة كبيرة الآن في تشعيات المقبلة نحن ماذا بنا أن تشعيات المقبلة تكون أيام الحملة فيها أو الأيام التي تتسبق حتى الحملة تكون أيام ساخنة أيام أيام تفاعلية بين مختلف المتنافسين والآن يجعلوا أن الشعب هو الذي يحكم من مختلف الأفكار لأن أحيانا هي صحة كما كان برامج أحزاب لكن أيضا أعتقد أن الوجوه اللي راح تقدم هي اللي تخلي تعمل أكثر على استقطاب الشعب لأنه مترشح للتشارعيات الشعبية أو عايش في وسط الشعب ولما يروح للحملة لا يكتفيش بحملة بتجمعات في مختلف بلاديات الولايات لكن أكد أن يدير حملات جوارية إلا في المقاهي في الشارع أو عند الأقارب أو في الأماكن الرياضية أكد أن ستكون حملات جوارية وأعتقد أن بضمانات النزاهة التي ستتوفر الآن وأعتقد أن يشكك في نتيجة الانتخابات المقبلة نحن أؤكد فقط أن الأحزاب التي كانت تعتبر قوية والأحزاب التي كانت تعتبر صغيرة أو للقوائم الحراء أن يقدموا أفضل ما لديهم لهذا الشعب على الأقل ستكون أن نسبة مشاركة لبسة بها محترمة ونكون انتلقنا فعليا في حل ما بقي من الأزمة السياسية طيب أمين كيف يمكن اليوم الذهاب إلى التغيير المنشود لأن الحرك الشعبي في نهاية المطاف يطالب بتغيير الجدري فيما يتعلق بالمستوى المعيشي وبعض المطالب السياسية لكن بالمقابل البعض ينادون بعدم الذهاب إلى الانتخابات يعني الكثير يتساءل كيف يمكن التغيير اليوم دون الذهاب إلى الانتخابات أكيد نحن على مستوىنا في جيد جديد كنا من الأحزاب يعني كنا جزء من الناس اللي صنعوا الحراكة يعني كنا من قبل خرجنا الشارع وكنا ناديوا أن الجزائريين يخرجوا يظهروا وكنا ناديوا حتى نغير النظام الآن لازم كما قلت لك من ضروري السياسي يفهم ما يحدث لأنه اللي بدون فهم ما يحدث سيتخلط عليه ما يجب القيام به كانت هناك في بداية 22 فبري 2019 شعب كتلة ناخبة خرجت للشارع في استفتاء سماء مفتوحة وين تقول لا نريد هذا النظام لا نريد العهداء خمسة لا نريد لهذا النظام تدريجيا كان جزء من شعب اقتنع بمصار انتخابات الرئاسية وتخل البيت واعتقد أن أهدافه لخرج من أجلها تحقت كان جزء آخر لكان مازال مكمل ولكن أراد أن يدخل في مصار تأسيسي سياسي يريد أن يكون هناك مصار سياسي الآن قد جزء من الجزائريين في الحراك لا يعتبر أنها غالبية كبيرة هذه الناس من الجزائريين غالبيتهم صادقين ويريدون التغيير لأنهم فقدوا الثقة تماما ولا يريدون الانخيرات في مصار سياسي ولا يمكن في نفس الوقت التخوين بطبع أكيد ناس وطنيين مفلسين غالبيتهم غالبيتهم ناس نعرفوهم ناس نضمنا معهم ناس وطنيين ناس فقدوا الثقة لأن أزمة الثقة كبيرة لأن ينجز صغير نعم ينشرون أفطار هذه الدامة يعني ينشرون أفطار هذه الدامة ويخدمون أجندات أخرى ليست بريئة نتكلمون مع الجزائريين الذين لديهم النية الصادقة حقيقة في تحويل هذه الشعارات المرفوعة في الشارع إلى أفكار سياسية وإلى آليات سياسية من خلالها وعدم سمح لهؤلاء بالإستياد في المياه العكرة بالطبع يجب مواجهة هؤلاء لأن مشروعهم هدام نعتقد أن مشروعهم هدام للدولة الجزائرية ولا يمكن أن نغامر كما غامروا من قبل يعني اليوم لا يمكن أن نعود التاريخ بنفس الأخطاء التي ارتكبناها المغامرة وما يدعونها له هو صراحة حتى لا يقولون هم يدعون بعض منهم لم يتكلمون على الجزائريين لم يخرجوا الصدقين نتكلمون على بعض السياسيين لهم مشروع تهديم الدولة هذا الشيء في جيل جديد أو الكثير من الجزائرين لا نوافقهم بتاتا نعتبر أن هناك أزمة حقيقية متعددة الأبعاد في الجزائر يجب حلها عن طريق مصار سياسي حقيقي هذا المصار ينخلط فيه الجزء الكبير من الجزائريين لنحولوا هذه الشعارات والثقف العالي من المطالب الجزائريين لخرج من أجلها سنحولوها إلى مصار سياسي وآليات سياسية لتخلينا نجسده حقيقة ونبنو دولة الحق والقانون لخرج الجزائريين من أجلها 22 فبري طيب أستاذ بودن ما رأيك فيما يتحدث فيه أستاذ أمين خاصة أن البعض يريد الاستياد في المياه العاكرة خلال حراك الشعبي ما هو رأيكم في هذه النقطة؟ وما هو رأيكم أيضا في بعض الشعارات التي ترفع اليوم في الحراك الشعبي مقارنة بالحراك الساحة التعبير الذي خرج بمطالب في 19 فبري 2019 أو في 22 فبري 2019 أعتقد أن الحراك لا يستطيع أن يزيد فيه ولا يقول أن يستعمل الحراك كرجسترات كومير رأينا الحراك ترد كثير من وقسة الحزب السياسية لكن تعتقد نفسها أنها جزء من الحراك هذا أولا نكون واضحين فيه ثانيا أعتقد أن الآن هي الفرصة المناسبة أن الحراك هذا يكون ممثل في مؤسسات الدولة لازم يكون ينظم نفسه ويكون ممثل في مؤسسات الدولة أخوية الطريقة التي يرونها هم مناسبة تقدم تأسيس أحزاب سياسية حتى أنه رأينا بعض الوزراء كانوا في الحراك الشعب تقديم قوائم حظة أنا نتفق مع الأخ أمين أن الحراك هذا مرض بفترات ومراحل معينة خلت جزء منه مازال في الشارع وأجزاء أخرى الآن كل واحد وواحد أو داخل الانتخابات الشرعية وشارك في الانتخابات الرئاسية لكن الجميع يعتبرون من أبناء الشعب الجزائري أفضل أنه في الاستحقاقات المقبلة ومحطات المقبلة يجب أن نكون متوحدين حولها أو على الأقل النسبة الأكبر تكون متوحدة حولها قد نختلف في الأعراء لكن أكيد أن الأهداف واحدة والأهداف مدخش عن أن أغلبية الشعب الجزائري يحب الخير لبلادهم أمين باختصار هل تتوقعون برلمانا بعد إطناجوان يرقى لتطلعات الشعب الجزائري في ضل هذه الظروف والمقاطعات القائمة نتمنى ذلك نتوقع ذلك ولكن نتمنى أيضا لأننا لا نحكموش في كل المقاطعات ولكن أعتقد أننا متوجهين إلى برلمان يكون حقيقة ينبثق من انتخابات لأن فيه ضمانات أن الانتخابات تكون نزيهة وهل ضمانات كافية؟ لا يمكن أن تكون ضمانات كافية يجب انخيارات الجميع فيها لا يمكن أن واحدة السلطة تضمن أن تكون هناك انتخابات شفافة لازم كل يشارك في العملية أنه يدفع نحوها تكون هناك انتخابات تمثلوا حقيقة توجهات الشعب الجزائري سيد بودن باختصار هل تتوقعون برلمان يرقى لتطلعات الشعب الجزائري؟ في هذا انتخابات نزيهة وشفافة؟ أنا أتمنى ذلك أتمنى ذلك خاصة من الوجوه التي ستقدم الانتخابات المقبلة والاجتهادات التي ستقوم بها الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات ونتمنى أن حتى الأحزاب التي قاطعت أنها تراجع موقفتها ونتمنى على الأقل العدد الهائل من القوائم الحرارة أنهم يحاولوا أنهم ينتنظموا ويكونوا واقعيين وعقلانيين ويقدموا عدد معقول من القوائم أنهم يكونوا عندهم مكان في المشتعب الوطني القادم طيب شكرا جزيلا لك نبدأ بكامين عضو المجلس السياسي لجيل جديد على تلبية الدعوة كما أشكرك أيضا وشكر موصول لك أستاذ موندر بودن منسقة كتو المصار الجديد إلى هنا مشاهدينا أتي ويكم إلى ختم بهذا العدد من برنامج خاص ألقاكم في عدد أخرى لكم من ياتب المونة والسلام عليكم اشتركوا في القناة